بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الفضلاء الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته حي الله تعالى وجوهكم وكتب لنا ولكم هذه الكلمات في موازين الحسنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم مجددا إلى هذا اللقاء الذي أرجو أن يتجدد بإذن الله تعالى في كل أسبوع أحبتي وإخوتي إليكم هديتي إليكم نصيحتي إليكم وصيتي إليكم محبتي مضمومة في باقتي هديتي بصائر للمسلم المعاصر على طريق الصحوتي هديتي ونصيحتي زواجر للمسلم المخاطر في غفلة البصيرة وصيتي خواطر للمسلم المصابر عند مدلهم من نكبتي وباقتي أزاهر تزدان بالجواهر من سورة وخبرتي تسير للضمائر والأنفس الحرائر مقرونة بمهجتي حاملة هديتي حاملة نصيحتي حاملة وصيتي حاملة محبتي مضمومة بباقتي الفضلاء الكرام أحمد الله تبارك وتعالى إليكم أن ضمنا وإياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل هذا الدرس الذي أرجو أن تمتد حلقاته ليكون من وراء ذلك عقد مبارك الحلقات والقسمات من كلمات آيات الكتاب العزيز قال جل من قائل عليما قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وقال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وصف القرآن العظيم بأنه بصائر ومن هنا جاء هذا الدرس بعنوان بصائر وللتمام والكمال فإنه بصائر من القرآن الكريم بل هو بصائر قرآنية إننا سوف نتحدث في هذه الحلقات بمشيئة رب الأرض والسماوات عن بصائر القرآن الكريم هذه البصائر التي نحن في أشد الحاجة إليها نحن الآن في مسيس الحاجة إليها إن الله تبارك وتعالى وصف رسائل القرآن بأنها بصائر والبصيرة هي نور هذا القلب هي مادة هذا العقل فإذا كانت العين لها نور والبصر فإن القلب والعقل له نور هو البصيرة فالبصيرة للقلب والعقل كالنور والبصر بالنسبة لجارحة العين يجب أن نتنبه إلى أن الحاجة إلى هذه البصائر قد غدت ماسة في وقت اضطربت فيه الأمور وادلهمت فيه الخطوب واختلط الحابل بالنابل فما عاد الناس يدرون في الواقع فرقانا يفرقون فيه وبه بين الحق والباطل نحن مع موعد مع بصائر القرآن العظيم الذي يجل الله تعالى به عن قلوبنا الغشاوة ويذهب الله عز وجل به عن أعيننا العمى وصف الله تعالى القرآن بأنه بصائر وجمع هذه البصائر وذلك لتعدد طرق الهداية في كتاب ربنا ولتعدد مناحي الحياة التي تحتاج إلى هداية القرآن وإلى بصائره إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أي في كل شيء وفي كل طريق وفي كل سبيل بإذن الله تبارك وتعالى هذه البصائر التي جاءتنا من ربنا سبحانه وتعالى وحيا عن طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سوف نستنطق آي الكتاب العزيز بها نعم سوف نستنطق آي القرآن الكريم بهذه البصائر لنستخرجها فننزلها على أدواء القلوب تارة وعلى أدواء الحياة تارة أخرى حتى نعالج القلوب والعقول والواقع بهذه الآيات العظيمات وهذه الإشارات المحكمات في كتاب رب الأرض والسماوات هذه البصائر التي جاءتنا من ربنا تبارك وتعالى وصفها الله تبارك وتعالى بأنها هدى وبأنها رحمة لكنها لمن؟ للمؤمنين للموقنين للمتقين كما وصف كتابه بذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالبصائر إذن ينتفع بها المؤمنون ينتفع بها المتقون ينتفع بها الذين يلقون السمعة وينصتون لهذه الآي ولهذه التذكرة من هنا جاءت فكرة هذا البرنامج أن ننطلق من القرآن وأن نرجع إليه أن نأخذ عن القرآن وأن نصدر عن كلماته في كل أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا يقرأ الإنسان هذه البصائر فيراها كالماء والهواء للأحياء يراها كذلك لأنها كلام الحي القيوم الذي يقيم حياة كل حي سبحانه وجل فعلا البصائر القرآنية يوشك أن تكون علما مستقلا بذاته علما مستقلا بذاته نعم هذه حقيقة يجب أن نتأكد منها عبر حلقات هذا البرنامج التي نرجو أن تتتابع في الخير بإذن الله تبارك وتعالى علم جديد نطلق عليه اسم علم البصائر القرآنية هذه البصائر القرآنية هي عبارة عن كلمات موجزات في أغلب الأحوال تكون جزءا من آية في بعض الأحيان تكون قطعة من آية نعيش مع هذه الآية ونتدبر في هذه الفواصل القرآنية في هذه المقاطع القرآنية هذا فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى عدنا إلى بصائر القرآن الكريم وقد تحدثنا قبل قليل عن أن البصائر توشك أن تنطلق علما من علوم القرآن العظيم هذا العلم يتضمن مقاطع وجمل يسيرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى جمعت المعاني الكبيرة وحوت القضايا العظيمة بأيسار عبارة وأبلاغ إشارة حتى إن هذه الكلمات اليسيرات القليلات صارت كالمثل بين الناس ذائعة على أفواه الناس جميعا مسموعة في مدى مجالسهم وفي مناديهم المختلفة هذه الكلمات اليسيرات عغدت كالقواعد التي يتقعد بها ديننا الحنيف إذا أردنا أن نضرب أمثلة لهذه البصائر بصائر القرآن الكريم فإننا نجدها في كل باب وفي كل جانب من جوانب ديننا العظيم إذا ويممنا وجهنا جهة التوحيد فإننا نواجه قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه كلمة فاذة جامعة لهذه العقيدة فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد هذه العبارة نعتبرها بصيرة أو قاعدة من قواعد القرآن الكريم إذا انتقلنا إلى جانب آخر كجانب العظة والتذكر والاعتبار فإننا نجد مثلا قول الله تعالى كل من عليها فان كل من عليها فان هذه كلمة نسمعها كثيرا ونتلقاها كثيرا نقولها في مجالسنا وعند العظة والذكرى وفي مناسبة مفارقة حبيب أو صديق أو صاحب نسمع هذه الكلمة وما هي إلا بصيرة من بصائر القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت أيضا نسمعها وتطرق آذاننا كثيرا وطويلا ننتفع بها ونعتبر بسماعها إذا انتقلنا إلى جانب آخر كجانب الخلق مثلا فإننا نجد قول الله الله خالق كل شيء هذه الكلمة الجامعة المانعة التي لا تقبل استثناء لا يستطيع أحد أن يقول إن الله خالق كل شيء إلا الأشياء الفلانية والفلانية إنها كلمة جامعة حاصرة كلية لا يدخلها استثناء الله خالق كل شيء فلا خالق إلا الله هذه الكلمة تجري أيضا على ألسنتنا ونحن نحتاج إلى أن نتدبر وأن نتأمل وأن نطلق لهذا القلب ولهذا العقل كل قيد حتى يتدبر في كلام الله تبارك وتعالى إذا نظر الإنسان إلى صفحة الكون فوجد هذا التناغم وهذا التناسق وهذه الصنعة المكتملة صدع بقول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء هذه أيضا بصيرة حجة بينة دلالة برهان صاطع للعيان ظاهر بغير احتياج إلى استدلال صنع الله الذي أتقن كل شيء إذا يممنا وجهنا إلى جانب آخر كجانب الحق مثلا فإننا نسمع قول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال ماذا بعد الحق إلا الضلال هما أمران متقابلان لفالث لهما إما الحق وإما الضلال ويحق الله الحق بكلماته هذه بصيرة أخرى في هذا الجانب الحق إنما يحق إنما يثبت بكلمات ربنا تبارك وتعالى فإذا جاء الحق زهق الباطل ولهذا جاء قول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل هذه بصائر قرآنية حجج براهين قرآنية يستطيع الإنسان أن يعتمد عليها وأن يستدل بها وأن يحتج بها وأن يعبر بها وأن يعلق على ما يجري من أحداث هذه الحياة من خلال هذه القواعد القرآنية من خلال هذه البصائر الإيمانية فإذا انتقلنا إلى جانب آخر كجانب القضاء والقدر مثلا فإننا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى وكان أمر الله مفعولا كان ذلك في الكتاب مستورا إنا كل شيء خلقناه بقدر هذه جمل جليلة القدر عظيمة الخطر لمن تأمل وتدبر لمن نظر وتفكر وهذا المجلس سوف يعنى بهذه القواعد القرآنية بهذه البصائر الربانية التي أودعها الله عز وجل هذا الكتاب العزيز إذا انتقلنا إلى جانب آخر كجانب الدعاء فإنك تجد قول الله تعالى إن ربي قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إن ربي لسميع الدعاء هذه أيضا من بصائر القرآن من قواعد القرآن العظيم التي إذا تأملناها وتدبرناها ورأينا الأدلة متكاثرة عليها ووجدنا تطبيقاتها في الواقع الذي نحياه وفي التاريخ الذي عاشته البشرية فإننا نقف على معاني جليله نقف على ما يبهر الألباب ويدهش العقول ويملأ النفس رضا عن الله عز وجل في حكمه وشرعه ورضا عن الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره في جانب الذكر تأمل قول الله فاذكروني أذكركم كلمتان جليلتان عظيمتان لمن تأمل فيهما وتدبر ذكرك الله عز وجل يجلب عليك كل خير ومن أعظم الخير أن يذكرك الله فإن أنت ذكرت الله عز وجل في ملائن ذكرك الله عز وجل في ملائن خير من ملائك الذي ذكرت الله عز وجل فيه ولهذا جاء في القرآن أيضا ولذكر الله أكبر أكبر من ذكرك أكبر من كل شيء هذه المعاني إذا أنت تأملت وتدبرت فاندهشت وامتلأ قلبك بهذه المعاني المباركة التي تزيد إيمانك وترفع من يقينك وتجعلك أكثر صلة بربك وقربا من خالقك سبحانه وجل في علاه في جانب الإيمان وفي جانب الإحسان وفي جانب العمل الصالح أمور كثيرة يجب أن نتدبرها وأن نتأملها تأمل قول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كثير من الناس يحسن فإذا أسيئ إليه انقطع عن الإحسان لماذا؟ لأن أحدا من أبناء معروفه قد جحده أو أحدا من صنائع إحسانه قد رفضه فينقطع إنه إنما يُعامل الله عز وجل الذي يجازي على الإحسان بالإحسان سبحانه وتعالى هو الذي قال ما على المحسنين من سبيل هو الذي قال للذين أحسنوا الحسن وزيادة هذه المعاني إذا نحن وقفنا عليها إذا نحن تأملنا فيها إذا نحن تدبرناها فإننا نعيش مع بصائر القرآن الكريم بر الوالدين جانب عظيم ومهم وجليل قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا ما أكثر ما نسمع هذه الجملة ما أكثر ما تتلى هذه الآية التي فيها قول الحق وبالوالدين إحسانا حتى إنها صارت مثلا يضرب ويسمع ويتلى وتشنف به الآذان والمجالس وقول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذا أيضا بنفس هذه المثابة إذن هذه المقاطع القرآنية جليلة عظيمة مهمة نحتاج إلى أن نعيش معها وإلى أن نقف عليها هي ليست قاصرة على جانب العبادات فحسب أو جانب المعاملات فحسب أو جانب العقائد فحسب نعم يأتي ذكر الإيمان كقول الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله ولي المؤمنين نعم يأتي ذكر التقوى والعاقبة للمتقين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهكذا سنجد الإيمان سنجد التقوى سنجد العمل الصالح لكننا سنجد أيضا أمورا أخرى سنجد الكلام عن الولاء والبراء سنجد الكلام عن الولايات الشرعية سنجد الكلام عن الأحداث الجارية الواقعية كل ذلك مضمن في القرآن العظيم حين نتلو هذه الآيات حين نقف مع هذه المقاطع حين نتدبر فيها فإننا نتصل بالقرآن اتصالا خاصا ليس اتصال المفسر بعلم التفسير وإنما اتصال المتدبر بكتاب الله تعالى قد حثنا الله عز وجل على التدبر وأمرنا به ونعى على الذين لا يتدبرون فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أمر بالتدبر أمر بالتأمل أمر بالنظر أمر بالتفقه في كتاب الله عز وجل عن طريق هذه البصائر التي هي حجج قطعية في كتاب ربنا تبارك وتعالى إذن نحن لا نحتاج إلى أن نستكثر اليوم من ذكر هذه المقاطع لأننا سنعود إليها تفصيلا ولابد لا نحتاج إلى أن نستكثر من ذكر المجالات التي توجد فيها هذه البصائر والتي تتلى فيها هذه القواعد والتي تسمع فيها هذه الكلمات لماذا؟ لأننا سنعود إلى كل مقطع من هذه المقاطع بالشرح والتدليل والتعليل والبيان وذكر الأدلة على هذا المقطع من كتاب ربنا وسنة نبينا وذكر التطبيقات التاريخية والوقائع التي وقعت في التاريخ الإنساني بأسره ليس في تاريخ أهل الإيمان والصلاح فحسب بل في تاريخ البشرية بأسرها لأن هذا القرآن لم ينزل لطائفة من الخلق دون ما عداهم وإنما نزل هدى للناس إنما نزل هدى للبشرية إنما نزل هداية للناس أجمعين فيجب أن يستمع الناس إلى هداياته وأن ينتافع الناس بكلماته وأن يأخذ الناس من رحيق القرآن ما ينير دربهم ويصلح حياتهم حين نتحدث عن هذا العلم الذي يوشك أن يخرج إلى النور فإن من عادة العلماء أن يكشفوا عن قواعد هذا العلم وعن مبادئه وعن أصوله وعن ضوابطه هذه عادة أهل العلم لسيما المتأخرين لهذا عنوا دائما كلما صنفوا في علم مصنفا أو ابتدأوا كتابة وتأليفا أن يبينوا ما يسمى بالمبادئ العشرة للعلم ما هي المبادئ العشرة هذه عبارة عن مقدمات إذا تعرف إليها طالب العلم فإنه ينتفع بذلك منافع جليلة منها أنه يعرف موضوع العلم يعرف على أي شيء يدور هذا العلم فيما يتحدث هذا العلم إذا علم هذا استطاع أن يميز بين هذا العلم وغيره لما توفي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم توفي والعلوم لم تتمايز وإنما ورث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه ورث عنه عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة يأثرون عنه كتاب الله ويتلونه ويأثرون عنه السنة وينقلونها ثم جاء من بعدهم فاستطاع أن يميز ما يتعلق بالعقائد بعلم أطلق عليه علم الإيمان أو علم التوحيد ثم جاء آخرون فميز ما يتعلق بعبادات الإنسان ومعاملات الإنسان وما يتعلق بأحواله الشخصية وما يحصل من العقوبات والجزاءات فاستخرجوا علم الفقه وعرفوا علم الفقه وميزوا علم الفقه فصار هذا العلم يتحدث عن أفعال المكلفين من الصلاة والصيام من البيع والشراء من النكاح والطلاق من العقوبات والجزاءات مما يتعلق بالتقاضي ونحو ذلك كل هذا ميز بأنه أحكام المكلفين العملية هذا هو الفقه ثم جاء آخرون فاستخرجوا علما ثالث يتعلق بالحديث النبوي وما يرتبط به ثم فرع آخرون عن القرآن علوما اجتمعت فسميت بعلوم القرآن علوم القرآن فيها التفسير فيها معرفة المكي من المدني فيها معرفة الناسخ من المنسوخ فيها معرفة كيف يكتب كتاب الله كيف دون القرآن الكريم كيف جرى كتابة المصحف الشريف علوم كثيرة تتعلق بعلوم القرآن يبلغ بها البعض إلى ما يزد عن ثلاثين أو أربعين أو خمسين علما هذه العلوم تمايزت بعده صلى الله عليه وآله وسلم عبر هذا التحديد الذي يحدده العلماء فيقولون إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة فضله ونسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفة هذه عشرة قضايا قضية تتعلق بتعريف العلم ما تعريفه قضية تتعلق بأسماء هذا العلم ما هي أسماؤه فيذكر مثلا علم التوحيد يسمى علم التوحيد ويسمى علم العقيدة ويسمى علم الإيمان ويسمى الفقه الأكبر ويسمى الشريعة ويسمى كذا وكذا وكذا من الأسماء الشريفة المباركة ويقولون إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا يعني إذا كثرت أسماء العلم دل هذا على شرف هذا العلم وعلو كعبه بينه العلوم فيميزون العلم بموضوعه ويميزونه أيضا باسمه ثم يذكرون فضله ما فضل هذا العلم ما هي الثمرة ما هي الغاية ما هي الفائدة التي تترتب على دراسة هذا العلم لتتشوق النفوس إلى طلب العلوم لتتشوق القلوب إلى أن تؤثر هذا العلم على غيره من العلوم والمعارف ثم ينتقلون بعد ذلك إلى كلمة عن أول من صنف في العلم وألف يبينون مثلا إن أول من تكلم في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو أول من تكلم في علم النح هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وهكذا يذكرون أول المصنفين وأوائل المصنفات في العلوم يذكرون ذلك ليكون الطالب على معرفة بتاريخ العلم ثم ينتقلون إلى هذه المعارف واحدة بعد أخرى حتى ينتهوا من عشرة قضايا أو مباحث لابد لطالب العلم أن يتعرف إليها وعليها فإذا ربنا نحن أن نتحدث عن علمنا هذا وهو علم البصائر القرآنية بعض الناس يطلق عليه اسم علم القواعد القرآنية علم القواعد القرآنية هذا العلم علم القواعد القرآنية هو علم بنصوص من كتاب ربنا تبارك وتعالى تستخرج من القرآن الكريم تدل على ماذا تدل على قضايا كلية مهمة قضايا عظيمة النفع جليلة القدر إذا وعاها الإنسان وخبرها انتافع بها فائدة عظيمة لهذا نحن قلنا من قواعد القرآن مثلا في جانب بر الوالدين قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا هذه قاعدة قرآنية على تسمية من يسمي هذا العلم بعلم القواعد أما أنا فأميل إلى أن يسمى بعلم البصائر لماذا؟ لأن كلمة البصائر قد وردت في كتاب الله ووردت الإشارة بها إلى حجج القرآن لأن الله تعالى لما قال هذا بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم الإشارة إلى ماذا؟ إلى حجج القرآن وإلى بيناته الإشارة إلى قواعده وثوابته الإشارة إلى ما حوى هذا القرآن من القضايا التي تنير العقول وتنير القلوب إذن حين نتحدث عن هذا العلم نحدده بأنه علم البصائر القرآنية أو علم القواعد القرآنية الذي هو علم بقواعد كلية يتوقف عليها خير هذه البشرية يتوقف عليها خير هذه البشرية في عاجلها وآجلها كيف ذلك؟ إذا علمت البشرية قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أليس يتوقف على المعرفة بالتوحيد نجاة العبد في الدنيا والآخرة اللهم بلى إذا عرف الإنسان من هذه الكلمة الموجزة وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد هذه القاعدة هذه البصيرة القرآنية إذا تعرف منها على خالقه سبحانه أليس ترتبط نجاته بذلك أليس يرتبط فلاحه بذلك أليس يرتبط قابول عمله في الدنيا والثواب على هذا العمل في الآخرة بهذه القاعدة القرآنية بهذه البصيرة الإيمانية وكذا إذا انتقلنا إلى قضية تتعلق بالإيمان أو قضية تتعلق بالإحسان هذه هي مراتب الدين إسلام إيمان إحسان هذه المراتب لها قواعد لها بصائر من كتاب الله تبارك وتعالى إذا واقف العبد عليها فإن نجاته وفلاحه وصلاحه مرتبط بذلك بل إذا كان الأمر متعلقا بالدنيا فإن هنا قواعد أخرى وبصائر قرآنية أخرى تترتب عليها الرفاهية يترتب عليها الرغد يترتب عليها صلاح الدنيا قبل صلاح الآخرة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن هذه قاعدة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا هذا المعنى إذا تدبرناه وتأملناه وجدنا أن الاستقامة على منهج الله هي سبب رغد العيش هي سبب الحياة الطيبة من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الناس اليوم يخافون الناس اليوم يختلطون الناس اليوم لا يعرفون على أي شيء يعتمدون فإذا جاء قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ألا يسكب في قلوب الناس يقيم؟ ألا يوجد في قلوب الناس اعتماد على رب الناس؟ إن القرآن الكريم يحدث أليس الله بكاف عبده؟ هذا المعنى إذا وقفنا عليه في أزمنة الحيرة والاضطراب في أزمنة الخلل واختلال الأسباب فإننا نصل إلى شاطئ هدى وإلى بر نجاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقب أمورنا وبلادنا إلى خير إنه حسبنا ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل من بصائر القرآن العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فماذا كان؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إذن حديثنا عن هذه القواعد الضوابط التي يترتب على المعرفة بها والإيمان بها وحسن تدبرها يترتب على ذلك فلاح الدنيا ونجاح الآخرة يترتب على ذلك صلاح الدنيا وصلاح الآخرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن حين نتحدث عن هذا العلم نقول إنه علم بقواعد وضوابط كلية يتعرف الإنسان من خلالها على هدايات القرآن التي تحمله إلى فلاحه وتحقق له صلاحة في الدنيا وفي الآخرة هذا هو العلم الذي نريد أن نتحدث عنه وأن نخوض فيه ما فضل هذا العلم فضله مرتبط بالنتيجة والغاية والفائدة والثمرة التي تترتب عليه فإذا كان هذا العلم يهديك للتي هي أقوى يأخذ بيديك لفلاحك ونجاحك أفلا يكون من أشرف العلوم ومن أعظم الفهوم إنه علم مرتبط بالقرآن بل مأخوذ من نصوص القرآن مباشرة فإذا كان متشرفا بانتمائه وارتباطه بكتاب الله فلا شك أنه في الذروة من العلوم فهو كعلم التفسير الذي نرتبط فيه بشرح معاني ألفاظ الكتاب العزيز هذه الألفاظ التي حوت معاني يتعرف إليها المفسر ويعبر عن هذه المعاني بكلماته فإذا استطعنا أن نأخذ عمد هذه الآيات وأن نأخذ أوصول هذه الآيات وأن نعود إلى هذه المقاطع الدقيقة البينة الظاهرة الواضحة في حجيتها ودلالتها فاعتنينا بها تفسيرا وشرحا وبيانا وتنبيها بقيمتها وتنويها بمرجعيتها فإننا نرتبط إذن بعلم هو أشرف العلوم لأنه علم كتاب ربنا تبارك وتعالى إذا أردنا أن نتحدث عن صلة هذا العلم بغيره من العلوم نقول هو من علوم القرآن وقلنا إن علوم القرآن علوم متعددة متنوعة متكاثرة تعود إلى عشرات عند كثير من العلماء سيوط رحمه الله ألف كتابا ماتعا أسماه الإتقان في علوم القرآن علوم كثيرة جدا يصل بهم بعضهم إلى سبعين علما هذه العلوم نستطيع أن نقول إن علم البصائر القرآنية أو علم القواعد القرآنية أحد هذه العلوم التي يمكن أن يكشف عن مبادئها في هذا الزمان إذن هو جزء من علوم القرآن فالعلاقة بينه وبين علوم القرآن كالعلاقة بين الخاص والعام ثم هذا العلم على جلالته وعظمته وفضله تكلم عنه علماؤنا لكنهم ما خصوه بتفسير أو بمؤلف أو بكتاب مستقل يكشف عنه إلا في العصر الحديث وجدت محاولات هنا وهناك فهذه محاولة في معجم للقواعد القرآنية وهذه محاولة في عد أو حصر القواعد القرآنية لكن أحدا لم يحاول أن يبرز هذه البصائر كعلم من علوم القرآن لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتنى بهذا العلم وأن يخرج إلى النور مقعدا مضبوطا لينتفع الناس بخيره وفضله هذا العلم علاقته كما قلت علاقة خصوص وعموم علاقة خصوص وعموم فعلم علوم القرآن أوسع وهذا العلم من هذه العلوم فهذه هي الصلة أو هذه هي النسبة من أين نستمد هذا العلم؟ إن نستمده مباشرة من كتاب الله تبارك وتعالى يقول قائل لقد وجدنا علوم التقعيد مدونة ومكتوبة ورأينا عند الفقهاء علم يقال له علم القواعد الفقهية وعند الأصوليين علم يسمى بالقواعد الأصولية وعند النحويين علم يسمى بعلم القواعد النحوية فهذه القواعد القرآنية ما علاقتها بهذه العلوم؟ ولماذا تصرون على التسمية بالبصائر وليس بالقواعد؟ نقول القواعد التي يصنفها البشر كثيرة فتكون أحيانا لغوية وأحيانا شرعية والقواعد الشرعية قد تكون فقهية وقد تكون أصولية وقد تكون مقاصدية وهذه القواعد يصوغها في الغالب أحد الفقهاء أو أحد العلماء فتكون العبارة من كلامه لو قلنا مثلا الأمور بمقاصدها هذه القاعدة ما اسمها وإلى أي فرع من الفروع العلمية تنتمي هذه قاعدة تنتمي إلى علم القواعد الفقهية وهي مستدل عليها بقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإذا قلنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور مثلا فما هذه القاعدة؟ نقول أيضا هذه قاعدة فقهية تدل على ماذا؟ تدل على أن ما تيسر من الأفعال المطلوبة يجب على العبد أو ينبغي له أن يأتي بها ولا تسقط عنه إذا سقط عنه شيء عسر عليه بسبب ظرف أو حالة تمنعه من القيام بهذا العمل إذن القاعدة الفقهية والأصولية قاعدة صاغها بشر أما البصيرة القرآنية فهي من كلام رب البشر سبحانه وتعالى ففضل القاعدة القرآنية على القاعدة الفقهية الأصولية النحوية أو غير ذلك كفضل كلام الله تبارك وتعالى على كلام من سواه إذن نحن أمام صياغة قرآنية فلهذا لا نحب أن نسمي هذا العلم بعلم القواعد وإنما نسميه بعلم البصائر تمييزا لعلوم القواعد التي يصوغها الناس عن هذه البصائر المنزلة من عند رب الناس ثم هذه القواعد الفقهية أو الأصولية يدخلها الاستثناء ويدخلها الخلف يعني إيه؟ يعني هذه القواعد ليست منطبقة تماما على كل الجزئيات وفي كل الأحوال يقع استثناء هنا وهناك والاستثناء لا يقدح في أن هذه القاعدة عامة لكنه نوع خلل نوع خلل في قواعد القرآن الكريم لا يوجد استثناء وقد ضربنا مثالا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء فكل شيء في هذه الحياة مخلوق لله تبارك وتعالى لا يوجد استثناءات لا يوجد في القاعدة القرآنية استثناءات لماذا؟ لأن القاعدة القرآنية كلام الله تعالى الذي لا يدخله باطل ولا خلف ولا نوع خلل بوجه من الوجوه إذا قال قل هو الله أحد أو قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فهذا بلا شك يكون قاطعا كليا ليس أغلبيا إذا قال الله تعالى مثلا فإن تبتم فهو خير لكم هذه قاعدة قاعدة في مجال التوبة فهل لأحد أن يقول ليست التوبة خير ولو في بعض الأحوال ولو لبعض الأشخاص ولو في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن نقول لا قال الله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه هل يدخل في هذا شيء من الخلف أو يدخل في هذا شيء من الاستثناء لا كل من توكل على الله فالله كافي الله حسبي الله كافي سبحانه وجل فعلا إذا قلت حسبون الله ونعم الوكيل فقد اعتمدت على الكافي سبحانه وتعالى يكفيك كل ما أهمك لا استثناء في هذا قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذه قاعدة أخروية هل تتخلف هل يمكن لأحد أن يعمل صالحا ثم لا يجد عقب العمل الصالح ثم لا يجد نتيجة العمل الصالح يستحيل هذا لا يتطرق إلى هذه القاعدة استثناء ولا خلل وهذا هو اليقين الذي نبحث عنه من وراء مدارسة هذه القواعد من وراء مدارسة هذه البصائر من وراء مدارسة هذه الكلمات الجوامع النافعة الماتعة التي هي عمدة المسلم في حياته بعض الناس يعيش بهذه القواعد يمر عليه أمر ما مثلا فيذكر القاعدة أو فيذكر البصيرة من بصائر القرآن فيتلوها فيثبت الله تعالى جنانه في هذه المواقف التي قد يختلف الناس حولها أو يضطرب الناس في فهمها لماذا؟ لأنه معتصم بالكلمات الجوامع من كلام ربنا تبارك وتعالى فهو معتصم ومستمسك بالحق المحض فماذا بعد الحق إلا الضلال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إذن هذه القواعد القرآنية تختلف عن هذه القواعد العلمية البشرية تختلف من جهة عصمة هذه القواعد من جهة عموم هذه القواعد للزمان والمكان من جهة عموم هذه القواعد لكل ما يتعلق به الإنسان أو كل ما تشتد إليه حاجة الإنسان في هذه الحياة إذن حين نتحدث عن هذه البصائر القرآنية إنما نتحدث عن العصمة عن النجاه عن الوحي المعصوم فإذا وقفنا على عصم كل باب ومستمسك كل موضوع فإننا نكون بذلك قد شددنا يدينا بحبل الله تبارك وتعالى ووقفنا على هذه القضايا الكلية في كتاب رب البرية سبحانه وجل في علاه إذن عرفنا أن الاسم هو علم البصائر القرآنية وأن البصائر القرآنية هي عبارة عن أحكام كلية قطعية منصوصة في كتاب رب البرية سبحانه وتعالى وأن الموضوع الذي نتحدث فيه وهذه القواعد من حيثما تفيدنا وتمدنا من أسباب الهدى والرشاد والتمثل بهدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم وأنها من أشرف العلوم وأن نسبتها إلى غيرها العموم والخصوص وأنها من جنس علوم القرآن الكريم وأن الشارع طلب منا هذا العلم الشارع الحكيم سبحانه وجل في علاه طلب من هذا العلم على جهة فرض الكفاية فتعلم هذا العلم يدخل حكمه في حكم تعلم علوم القرآن فحكم تعلم علوم القرآن هو أنه فرض كفاية فكذا هذا العلم تعلمه فرض كفاية يعني إذا قام به بعض المسلمين ساقط الحرج عن الباقين إذا قام به بعض العلماء انتفع به الناس وبقي هذا العلم محفوظا في الخلق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا بكتابه العزيز وأن يأخذ بأيدينا إلى مراضيه وأن يصلح أحوال بلادنا وأن يرزقنا خروجا من هذه الأزمات الطاحنة وأن يهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويتاب فيه على أهل معصيته نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين نسأله جل في علاه أن يولي علينا خيرنا وأن يصرف عنا شرارنا وأن يجعل ولايتنا فيمن خافه واتقاه واتبع رضاه برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين موعدنا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى مع بصيرة من بصائر القرآن نتدبر فيها ونتأمل في هديها نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله ربنا